تجمع مليون ونصف المليون حاش في جبل عرفة عشية عيد الأطحى وسطا سيابية ملحوظة في تحركهم نظرا للخفاض أعدادهم العام الحالي بسبب المخاوف من فيروس كورونا وأعمال التوسع في الحرمين المكي والنبوي ومنذ الفجر انطلق الحجاج من مشعر ميناء حيث قضوا ليلتهم باتجاه عرفة ويعرف أيضا بجبل الرحمة قاطعين مسافة ست كيلومترات بواسطة الحافلات أو قطار المشاعر أو سيرا على الأقدام وأعلن رئيس لجنة الحج المركزية أمير منطقة مكة الأمير خالد الفيصل أن حوالى مليون ونصف المليون من الحجاج يؤدون المناسك الموسم الحالي بينهم مليون وثلاثمائة وتسعة وسبعون ألفا من الخارج ومائة وسبعة عشر ألفا من الداخل يحملون تصريحا للحج وتؤكد هذه الأرقام انخفاض عدد الحجاج بأكثر من خمسين في المائة قياسا مع الموسم الماضي عندما بلغ العدد ثلاثة ملايين ومائتي ألف حاج هذا ونشرت السلطات السعودية حوالى مائة ألف من الشرطة من أجل ضمان أمن الحج محذرة من أنها لن تتساهل حيال أي تظاهرات أو تحركات من شأنها صرف الحجيج عن تأدية المناسك ترجمة نانسي قنقر